اهلا بكم من جديد مشاهدين في ثاني اجزاء عدد اليوم من برنامج موضوع اليوم نخصصه لريادة المهرب على الصعيد العالمي في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى ضيفي فيال وسجوة سيد عادل الراضي الإطار الوطني والباحث في الرياضة أهلا وسهلا بك أهلا للإيمان سعداء نكون معكم سعداء باستضافتك سيد عادل الراضي هل نقول فعلا بأن المهرب أصبح رائدا ليس فقط محليا إقليميا وإنما عالميا في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى التي تشمل عددا من الأصناف الرياضية كذلك هذا المسناف أرض الميدان على مستوى العقود الأخيرة من الزمال لأنه المغرب سبق لها نضم ألعب الباحث المتوسط وهي تظاهرات دولية كبيرة سبق لها نضم كذلك كأس إفريقي الأمم بالمغرب سبق لها كذلك نضم كأس إفريقي للشباب بالمغرب تظاهرات كأس العالمي الأندية تظاهرات أخرى في رياضات أخرى كذلك أصبح مؤخرا يتوفر على بنيات تحتية مما تعطي هذه الرياضة على المستوى العالمي مراكز التدريب على المستوى العالمي كذلك التي أعطته كذلك هذه الرياضة وهذا التمييز على المستوى العالمي نظن كذلك أن المغرب اليوم يتوفر على مراكز التدريبية يتوفر على مراكز لوجستيكية بما فيها المصحات المستشفيات وسائل إعادة الطرى والبدنية كذلك المغرب الموقع الجغرافي وكذلك المطارات التي توفر عليها محطة القطار وسائل لوجستيكية من ناحية الأمنية كنتظر أنه اليوم أعطته قوة وعطته ريادة كبيرة لكي يكون لديه التمييز على مستوى يمكن أن نضمها تظاهرات كبيرة كمظر أنه اليوم مغرب برهن بشكل كبير وبرهن أنه قادر وقادر جدا على أنه نضمها تظاهرات هذه ومبين على أنه بلد يتميز بتقافة كوروية وبحب كبير للرياضة نتوقف عند العشر سنوات الأخيرة قبل عشر سنوات نضمها المغربة الموندياليتو لسنتين تواليا ونضمه أيضا هذا العام نحتضن هذه الأيام كأس إفريقيا للأمم أقل من 23 عاما أريد أن نتوقف معك عند الوتيرة كيف أنها أصبحت وتيرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة المغرب يطلب التنظيم والجهات المعنية تستجيب وهو يوفر بنية متكاملة من أجل احتضان هذه التظاهرات أظن أختي إيمان أنه اليوم المغرب كما قلنا لا أصبحت مسألة تنظيم بل أصبحت أكثر من ذلك مسألة التقيقة دي المجتمع الدولي اللي يصبح تيق في الإمكانيات دي المغرب في البنية تحتية المغرب في التنظيم دي المغرب في القوة اللوجيستيكية اللي يتوفر إلى المغرب في الإدارة التنظيمية والصاهرة على تنظيم تدهورات في المغرب نظل أن هذه الأشياء و هذه الجزئيات التي تحدث الفرق في التقالي اليوم وصل لها البلد دين الحبيب ولم ننسوش على أنه سيدنا اللينسرو كان كذلك صباق لهذه النظرة هذه وكذلك تنزلت الأرض الواقع وكذلك النظره مثلا على ميدان كورت القدم بما أنك ذكرت الموندياليتو كانت تنظرنا أنه اليوم شاهدنا القوة التنظيمية الجامعة الملكية في ورد القدم والقوة التنظيمية للبلد المغرب لأنه ليس من السأل أنك تأخذ جوش دورات متعالية الموندياليتو وتجيب فرق عالمية وكذلك أن هذه الفرق هذه لأنها عندها رأي تحضر بأنها تكون لائبين ديالها ولا الأطقم ديالها أنها شغوفة بأنها تجي للمغرب لأنك تعرف لأنها كان جميع الظروف النجاح كان جميع الظروف التدريبية كان فعلا واحتقاء بين المنظومة العالمية والبلد المغرب خاصة للتنظيم المسابقات من هذا الطيراز هذا قبل لحظات تحدثتي على النظرة الاستيباقية وكيف أن على مستوى أعلى سلطة في البلاد كانت هناك نظرة استباقية لمهريب ترشحة لتنظيم المونديالي أولي مرة عام 1994 يعني تقريبا عن نستة ديالة ترشيحات فرصيد ديالنا أولى في سيفي 98 2006 2010 2026 وعندنا اللحظة ترشيح ربما يحمل كل حضوض حتى نكون من بين البلدان المنظمة لكأس العالم 2030 و30 كيف تدرج هذا الحلم؟ كيف كبر؟ كيف ويأت له الظروف ليتحقق بإذن الله أرضاً على أرض الواقع؟ وهذه السلطة ترشيحات فكنا نعتبر أنها هي قوة المملكة المغربية لأنه من لك تأخذ الترشيح الأول الترشيح الثاني الترشيح الثالث الرابع الخامس فإنك كان عندك واحد الإلحاح كان عندك واحد ثقة في الحلم اللي أنتك تحلم به عندك رغبة في تنظيم وهذه ملامح وجزئيات لكي يأخذها الجنال اللي كتعطي كأس العالم بعيد الاعتبار استفدنا فيها تعلمنا فيها كما نقوله بواحد لغة أخرى أننا أصبحنا معروفين أصبحنا هناك في المنظومة كنظر لأنه هذا الترشيح فاتنا أكثر من دراتنا كنظر لأنه اليوم المغرب أصبح خبير عنده تجربة كيعرف ما يدور في ميل في الترشيحات خارج ميل في الترشيحات كنظر لأنه اليوم المغرب كتسب ثقة أعرف أنه كيف يوصل الهدف دياله بتدرج ولكن اليوم جوج ديال الجزئيات اللي هي فعلا كتخلق الحادث والفرق في التواصل الرياضي والتواصل التنظيمي لبلدنا الحبيب اللي هي الثقة والرغبة واليوم المملكة المغربية والصاحرين على تنظيم تظاهرات الكبرى في المغرب فهما أكدوا ووططوا على أنهم يحبون كرة القدم يحبون تنظيم المتقايات الكبرى وقادرين على تنظيمها وكذلك لديهم رغبة وهذا ليس مسألة تنظيمية أو مسألة شغف بل هو مسألة كما نقول مسألة حلم ومسألة قضية وطنية بالفعل اليوم المغرب بلد يستحق هذا التمييز ويستحق هذا الرياضة ويستحق هذا التقالي على ذكر هذا التقالي يوم عندنا جوج دي الشركاء اللي هما شركاء وازنين يعني إسبانيا والبرتغال وسبق ونظموا عدد من تظاهرات الرياضية الكبرى هناك ملف قوي وجزء من قوة هذا الملف هو الحضور المغربي فيه كأرض شغوفة بكرة القدم وكأرض أيضا ستهيئ وستوفر كل الظروف وكل الشروط وكل ضمانات نجاح دورة مونديالية مقبلة عندما ستمنح لهذا الترشيح التولاتي وكنتظرنا الترشيح اللي غادي يكون سابق على المستوى العالمي نظر الموقع الجغرافي اللي كي يجمع هاد البولدان هادو بثلاثة سهل بزاف دي الأموريات ويعطي كذلك سهولة بشهد الملف تقبل خاصة أنه بين إسبانيا والبرتغال والمغرب اللي كيتعتبره اليوم من بين المراجع على مستوى كرة القدم اللي عندهم تاريخ وبعطاويل في الميدان من بين المراجع على مستوى علم وتكوين في كرة القدم من بين المراجع كذلك في تنظيم في كرة القدم ثلاث بلدان اللي كيتوفر على بنيات تحتية كبيرة بنيات تحتية قوية كينات تقافة مشتركة تاريخيا وكذلك الآن كنظن على أن هذا الميل فهذا سيكون الميل في قوي وكنظن على أنه اليوم في 2030 فكنظن على أن المغرب يتوفر على جميع الحضوض إن شاء الله بإذن الله باش تكون هذا كأس العالم في هذه المشاركة التولاتية بين تقافتين اللي كيتقربوا بينهم موقع جغرافي كبير كينتقارب كذلك كنظن على أنه جميع الظروف متوفرة لهذا النسخة لكأس العالم باش تكون في المغرب وإسباني وبرتغال إن شاء الله على ذكر الحضوض يعني اليوم المغرب يقدم نفسه وخاصة من بعد الإنجاز المونديالي هو رائد هو رائد في كرة القدم الإفريقية هو الذي أوصل كرة القدم الإفريقية لنصف نهائي المونديال هو أيضا يعني حقق حلم العرب في التواجد في المربع الذهبي ونتذكر جميعا كيف تفاعل الأفارقة وتفاعل العرب مع هذا الإنجاز المونديالي عدد من الأكتار الإفريقية ربما أكتر من 50 قدر تملك صوتا ستصوت على الملف بلد أو الجهة التي ستحتضن كأس العالم 2030 هناك أيضا أصوات عربية هل نقول من أن الأصوات الإفريقية والعربية اليوم ستكون لصالح هذا الملف القوي والقوي جدا والذي فيه التكامل بين ضفتين المتوسط أنظر الاستفاقية سيدنا اللاين ستعطى المغرب لهذه القوة والثيقة وكذلك لا ننسى العمل التي تم في أرض الواقع ما بين الحكومة المغربية وكذلك نرى رئيس جامعة الملكية المغربية وكورة القادم والمكتب المدير الجامعة التي سهروا فعلا لكي يوصلوا المغرب لهذا المستوى هذا نظن اليوم أن المغرب يتتبر بمثابة مرجعية رياضية داخل الميدان ويوصلوا نصف نهاية كأس العالم لأول مرة لأي بلد عربي وأفريقي وبهذه الطريقة وهذه أسلوب هذا لما كان الطريق معبد كان ضد منتخابات هي قوية ولماذا لا كنا نفوزه بكأس العالم لو لا بعض جزئية تباسيطة لأننا خرجنا من الحلم ولكن أنا ما زال مآمن كان المغرب يأخذ كأس العالم اليوم نحن مرجعية لداخل الميدان لخارج الميدان عندنا أطر خارج الميدان وهي قوية جدا وكتعرف أنها تسير وأنها تعطي القيمة للمغرب وأنها تبرز وتبرهن على الرغبة للمغرب عندنا أطر داخل الميدان تقنية لليوم برهنات على أنها تصل لأسلوب كأس العالم بإطار وإدارة مغربية هذا كيبقى كذلك سبق المغرب اليوم مرجع على المستوى الرياضي المغرب اليوم مرجع على المستوى البنية التحتية الأفريقية ولا على المستوى البنية التحتية العالمية لأنها تفرع على أكبر وأحسن مركز للتدريب على المستوى العالم وإذا بشهادات الفرق ولمنتخبات التي تزارته كذلك تفرع على ملاعب كبيرة لليوم الكاف من الملقى مشكل للمنتخبات ولمنتخبات التي لديها ملاعب فيها تلعب فقد نظر أنه المغرب يحتضن يحتضن هذه المنتخبات يحتضن يستقبلها يحتضن يحتضن ملاعب تدريب ملاعب يعني يعطيهم الجو الذي يمكن يعيشه في البلد هذا ليس بإجسال هذا ما يلقى وعند يلعبون في مقابلات رسمية في بلدان أقرى كان لدينا اليوم المغرب مرجع ومرجع رياضي ومرجع في تنظيم المسابقات القارية وهذا ما يمكن يزيدنا إلا فخر واعتزاز بلدنا الحبيب على ذكر المسابقات القارية المهرب يحتضن هذه الأيام كأس إفريقيا لأقل من 23 عاما نشن الإقبال الجماهيري في مباراة الافتتاح وطبعا نجاح تدان تظاهرات الرياضية الكبرى هو أيضا رهين ولسيق بوصول المنتخبات الوطنية ووصول الرياضيين الوطنيين إلى أبعد ماذا في التباري بالموازات مع هذا الرياضة العالمية على مستوى التنظيم المهرب أيضا تفوق رياضيا في السنوات الأخيرة بشكل كبير في عدد من الرياضات كذلك المغرب تفوق عدد الرياضات لألعاب القيوة نظن لها رياضات تيكواندو وميداليات نظن كذلك رياضات الفوروسية التي نرى ما ينضم المغرب كذلك نظن يوم نفتح واحد القوس لأن المغرب المرة الثانية التي نضم أقل من أكاس إفريقيا الأقل من 23 سنة وكذلك نكون واضح أنه بعض المدربين دي المنتخبة الأفريقية فهم يكونوا فارحين ومحبدين الفكرة أنه كأس أفريقية تقام في المغرب لماذا؟ تقول لك لدينا وسائل الراحة لدينا جودة الملاعب نرى أننا المحيط دينا في تقافة كراوية في تواصل كراوي اليوم لا نرى لعب التظاهرة في البلد دينا فهنا نحب لعبها في المغرب لأنه جميع الظروف هي متاحة لكي ندافع وسائل الراحة جميع متوفر نظر أنه اليوم المغرب أصبح بالفعل والحمد لله والشكر لله وفي تلسيدنا الله ينصره وجميع مكونة المنظومة الحكومية في المغرب والمنظومة الرياضية في المغرب أصبح اليوم فعلا متميزا على المستوى الرياضي وكذلك على المستوى التقني رياديا داخل كل منظومة رياديا تقني رياديا داخل كل منظومة رياديا مهم وكرة القدم ربما هي الأهم بدليل تفوق العندية المغربية في المسابقات القارية في السنوات الأخيرة ويداد البيضاوي رجال البيضاوي نهضة بركان هناك استقطاب لكبريات هذه التظاهرات وكيف أن المغرب يصل فيها إلى أدوار نهائية ويتوج أيضا بالعلقاب ويلكوس كذلك ما نتساوش كذلك تمتيل يدر نهضة بركان على المستوى الاتحاد الأفريقي في السنوات الأخيرة تمتيل الفرق ويداد البيضاوي ماشي من السالة تلعب كان ضمن مقابلتين متتاليتين ديال النهائي عصبات الأبطال تكون في دور نصف النهاية لست سنوات متتالية تفرمل كذلك التطور ديال عدة مدارس أفريقية واليوم أن الكورة المغربية هي اللي صبح ترى إذا وقوية على المستوى الافريقي ماشي سهل أنك بهذا النتائج والتمييز على المستوى الافريقي ترجمه في وقت قصير لتمييز على المستوى العالمي هذا ماشي أمر سهل وهنا في نكتبان على أنه المغرب كان نرى السباقية لسيدنا اللي تم وضعها أو الوضع ديالا لأرض الميدان وشفنا أنه فترة تنقل من تمييز الافريقي لتمييز العالمي اللي اعطانا المغرب في نفس نهاية كأس العالم واللي بي نوضح الجامع أن هذا شيء ماشي بمحدة صدفة بل هو تخطيط اللي كان منذ مدة سنوات كثيرة نضمنا كذلك كأس إفريقية للأمم سيدات نضمناها كذلك ووصل المنتخب الوطني المغربي النسوي إلى النهاية إلى النهاية إلى النهاية حل ثانيا وشاهدنا التفاعل الجماهيري وشاهدنا ملاعب كرة القدم مملوءة عن آخرها بالجمهور بالأسر بالعوائل وهذا في حديداته ربما نجاح ينضاف إلى سلسلة النجاحات كرة القدم النسوي عبر العالم هناك مشكلة الجمهور والجماهيرية ما يزال مطروحا في عدد من بقاع المعمور علما أن المغرب أنجح تلك النسخة وكانت بالعلامة الكاملة المغرب حل وحد الورج كبير على مستوى كورت القدم النسوي في السنوات الأخيرة ونظل أنه نجح فيه لحد دلم لأنه كذلك فوق قصير فريق الجيش المالكي فأصبح عملاق من عمالقة الكرة الأفريقية المنتخب الوطني النسوي أصبح كذلك لعب نهايي دي الكأس الأفريقية ولو لا بشيء من الحد كان يأخذ ديك الكأس ما نسوش كذلك التمتيل المشاركة دي المنتخبت أقل من 17 سنوات النسوي اللي مشاكة دي الكأس العالم كنظل أنه فعلا كما قلت لك هذا التخطيط الذي نهجو سيدنا والجامعة المالكية مغربة يكون نقادم برئاسة السيد فوزي القجع والإدارة التقنية للسابقة والآنية كنظل أنه كما نشوفه كتغير إدارة التقنية فكان واحد مخطط لوضعه رئيس الجامعة والذي غادي بتدرج والذي كنظل أنه كنهج ذاك المخطط وهذه الفلسفة دي لكل وقت رجالته حسب النتائج اللي كان وصلوا لها كنظل أنه اليوم كورد قدم النسوية ورش كبير ورش كبير المستوى الإفريقي تهيزنا منها الإفريقية العالمية وما زال كنشوفها كذلك أنها كتطور وأنه المغرب كذلك أصبح التمييز في كورد قدم النسوية كذلك بعد شهر قليلة سيكون المنتخب الوطني المغربي على موعد مع الاختبار الإفريقي هناك في الكوديفور وسقف الطموحات ارتفع بشكل كبير خاصة أن المغرب أيضا يتطلع لتنظيم كأس إفريقية للأمم هنا على أرض المملكة والعلاقة مع هذه الكأسية علاقة متوترة لأنها استعصت علينا طيلة عقود مضت كيف تنظرون إلى هذا الاختبار الإفريقي ووجوب التحضير لهذا الاختبار الإفريقي بسقف طموحات جماهيرية عالية وعالية جدا وكنتظر أنه حان الوقت باش يتم الصلح مع الكأس الإفريقي هذه اللي فعلا ما تمكناش في مرات باش ناخدوها كانتظر أنه اليوم ما يمكناش نقوله أنه التحضير بقي ما بداش بل التحضير تبدأ كذلك في مقابلة جنوب إفريقيا وفي مقابلة الرأس الأخضر كانتظر أنه ناخب الوطني السيد والدرقراغي فكنظر أنه وجد استراتيجي لديه ووضع السيناريوات دياله ووضع جميع المسائل كيعرف إفريقيا لأنه أسبق لي لعب أفريق في تحريباتي كأس إفريقيا لعبها كلاعب لعب الإقصائية دياله كلاعب لعب الإقصائية دياله كمساعد مدر المعارش التوصي اليوم كيلعب مقابلة دياله وكيعرف شنه يا إفريقيا هذا كسبقه كذلك نقطة قوة بالنسبة لمنتخب الوطني كنا واحد الرغبة كنا واحد الحماس كنا واحد التفاف وراء المنتخب الوطني باش يجيب هذه النتيجة إن شاء الله بإذن الله كنظن على أنه تحضير فهو غادي في واحد نصق جيد غادي في واحدة رؤية عقلانية وكنظن على أنه لا الجامعة ولا الناخب وليد رقراغي فهما ملمين ملمين فعلا بالجزئيات اللي يمكن لها تحدث الفارق على هذا المستوى وما كان نساوش لأنه دي مملكة مشيول لكو الديفوار كان نظن على أنه كان يجيب نتائج جيد بما أنه النسخة لقبل الحالية باش تهناء الكأس العالم فالمنتخب الوطني اللي كان فيه بنعطية والجيل اللي قبل هذا فرح جاب تأهل ضد المنتخب الإفواري وكان مسبقا بأبي جوم بكو الديفوار متفائلون بحضو المنتخب الوطني المغربي في الكأس ولا شيء غير الكأس لأن الحديث عن تقدم في الأدوار وعن وصول إلى أدوار متقدمة ومغادرة ربما ذلك المربع الذي حصرنا فيه لسنوات الربع 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 النصف النصف حتى المباراة النهائية نتذكر 2004 وطبعا كان قد لعبها وليد الرجراجي كلاعب مع الناخب الوطني بادو الزكي أختي إيمانا باش نكون واضح معك متفائل جدا بشغط أنه نكون مأمنين بالقدرات الفريق الوطني دينا نمشي بهدوء هذا أمر له مهم وكذلك تكون عندنا رغبة وثيقة أكبر في الفوز في هذا الكأس لهذا هو الذي لم يكن في المصابقات وفي النصف السابقة وكان في كأس العالم كأس العالم صباحنا نتحدث على إمكانيات الفوز بالمونديل أنت واحد من الناس الذي أعتبره بأننا ربما فرطنا في هذا فرطنا في كأس العالم بالفعل إصابات فكنا نأخذوه كأس العالم لأنه مبقاش الإصابات التي تصاب في اللاعبين ودي من النوقات التي سيرض لأوليد الرقراجي البال لأنه خصنا ديما نكونوا محافظين على التوزن داخل روقات الملعب بلاعبين الذين قدروا يعطون التوزن لمنتخب الوطني في غياب أي لعب من المركز من المركز الحساسة نظر أن هذه نقطة التي خصنا خيب الوطني يأخذها بعد الاعتبار نظر أن كانت رغبة وثيقة أكبر والتفاف عقلاني مع المنتخب الوطني ومع المنتخب الوطني والتفاف العقلاني فجميع المكونة دي المنتخب الوطني اللي كتعمل في الجامعة ومع المنتخب الوطني ولا جمهور وصحفة ومتتبعي لشأن عام رياضي في المغرب فقد نظن غادي نمشي ونأخذوا هذا كأس إفريقيا إن شاء الله بإن الله المفروض كان الأسئلة كلها خاصة تكون على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى في المغرب فإدابي يعني حورت النقاش وبدأت أطرح الأسئلة على المنتخب الوطني المغربي لأنه شغل شاغل طبعا لكل فئات الجمهور المغربي الواسع السؤالين الأخيرين سيهمان هذه مسألة التنظيم المغرب أيضا ربما حقق الكثير على مستوى البنية الرياضية التحتية وعلى مستوى البنيات التحتية عموما ما الذي يتعين علينا الاشتغال عليه مستقبلا ربما مسألة الولوج إلى الملاعب كذلك رقمانات الحصول على التذاكر ورقمانات التيسير الجانب دي الرقمان المفروض أنه يكون الاشتغال عليه أكتر لأن التنظيم أصبح يتطلب سهلاسة أصبح يتطلب تمكينا للجماهير في ظروف مريحة ومبهجة من الوصول إلى غاية الفرجة داخل الملاعب الرياضية والحد الآن فممكننا نبخصو المجهود الكبير اللي قامت الجامعة المريكة القادمة لأنها الصهيرة المباشرة على تنظيم المصابقات القرية والمصابقات الدولية اليوم كان واحد تطوير كبير سواء مجهودة العشب في الملعاب الولوج للملعاب منصة صحفات تذاكر كنظر أنه المحيط للملعاب لعلى المستوى الأمني لعلى المستوى التنظيمي لعلى المستوى المرائب للسيارات المرائب للولوج للشخصيات الكبيرة اللي يدوز في واحد الآمن في واحد الثلاثة كذلك الأمل المحيط الملعاب كنظر أنه كان واحد لعامل كبير واللي فعلا يعطيها التمييز ويعطيها التقيق اليوم وجعل المغري بلد متميزا كنظر أنه المسألة الرقمانة داخل الملعب بالنسبة الكارسي التي الآن يمكن نضبطها ترقييم الكارسي أساسا وكل واحد يحتر من مقاعد دياله احتها دربة مشتغال يعني على المستوى التقاف هذه التي تحدث الفرق والتي لماذا زال نقصة وكن نظن أنه اليوم المغري تطور الشيء الكثير وما هو ما أرفع القبعة والتحية اللي هو فعلا العقلية الجمهور المغربي اللي صبحت اليوم عقلية ذات تقافة رياضية عصرية متميزة التي تعطي فعلا رسالة مشفرة جميع العالم في أقل من دقيقة هناك تحول على مستوى بنيات الجماهير قبل قبل ربما الإنجاز المونديالي كنا نشاهد الشباب فئات سينية معينة بروفايلات معينة اليوم أصبحت الملاعب الرياضية الوطنية تحتضي العائلة تحتضي النساء رجال أطفال صغر فئات عمرية متباينة بعض الأوساط الرياضية تتحفظ على هذه المسألة تغيير على المستوى التقافي هذا معطا رياضي الذي يجعل أن الناس التي أعطون أن نظم هذه المسابقات القرية يقول هذا بلد عنده تقافة هذا بلد عنده تميز هذا بلد عنده واحد تقافة رياضية الذي يدمج فيه جميع مقونات المجتمع اليوم نرى ملعب طفل الكهل المرأة الرجل الشاب الأجنبي كذلك ولو الجاليات أجنبية جنسية مختلفة التي تجي تشاهد المسابقات الكبيرة في المغرب وتشاهد البطرة الوطنية فكنتظن أنه ليس من سهل توصل له ولكن الحمد لله أصبحت عقلية جماهيرية متميزة وأصبحت تقافة قروية ورياضية التي أعطنا التمييز على المستوى الإفريقي والعربي والعالمي شكرا لك سيد عادل راضي الإطار الوطني والباحث في الرياضة شكرا على ساعة الصدر وعلى التفاعل تصالا بجميع الأسئلة شكرا جزيلا مرحبا لله إيمان وصعدة كنا معكم فد مرحبا بك دائما مشاهدين أشكر لكم أيضا طيبة المتابعة والتفاعل الإيجابي الدائم مع برامجنا ومضامينها ومضامين مواعيدنا الإخبارية سنلتقي من جديد اشتركوا في القناة